حالا بالنسبة لهذا القوشن زي ما انت شايفتو لك سولف قوش 17 3 10 squared theta minus 1 equals to 8 عادية وش هل نسولف كان هاي قوشن عادية فرعتها كنت بلاس 1 بلاس 1 حسنا هاي بلاس 1 و هنا بلاس 1 فبتصير هاي 9 يعني بتصير 3 10 squared هاي 3 10 squared theta هاي 3 10 squared theta equals to 9 هاي 9 over 3 over 3 و square root و square root بتصير 10 theta هاي 10 theta okay equals plus minus square root of 3 و هاي is a popular angle هاي الانجل اللي هي 60 60 اللي هي الانجل 60 فانت عرفت theta هاي خلاص دراعنا theta it is 60 degrees طبعا انت بدك التان theta مش بس positive بدك negative يعني بال four quadrants اوكي بال four quadrants هتوقدهم كلهم لانه عندك بدك يا بال positive و negative هون التان positive نفتح مثلا هاي شوف طبعا التالية طبعا هون التان positive تان positive والثارد 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 بدك ياهم كلهم لانه عندك هاي نفتح 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 هنا theta وهون minus 180 minus theta و بس ليش لانه الدومين من 0 ل minus 180 فانت هون طلعت minus 60 لماذا minus 60 يبعا بشتغل بال negative sense و minus 180 و minus 60 بطلع عندك minus 120 هاي طلعنا اول اوكي minus 60 كما minus 120 أو minus 120 كما minus 60 بشي مهم بشي مهم هلا احنا بدنا نشغل بال positive sense هاي شوف positive sense هاي شوف positive sense يعني نفتح ثارد 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 لا 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 حسنا ثارد 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 Hub ثارد الغ حسنا ثارد ثارد جواب بدي أجمع لها بلاس 360 لأنه I'm going for two cycles okay هون برضو الجواب I'm gonna add it 360 ونفس الشي باقي لقدرنت نفس الشي باقي لقدرنت okay so first of all let's find the angles فهنا هون ثيتت فقنا لها 60 إيش راح تكون هون هون راح تكون 120 ورح تاجه هون ايش راح تكون هون راح تكون 240 ون ايش راح تكون 300 يلا واجمع لها كمان مرة هلا plus 360 هاي plus 360 بتصير 420 plus 360 بصير 580 no مش 5 sorry plus 360 بتصير 480 I mean plus 360 هاي نحط 0 بتصير هون 0 هنا 6 بصير 1 بصير 600 و300 plus 360 بصير 360 بصير 660 خلاص هيك احنا عملنا two cycles بالإضافة له هدول الانجلز هيك we are done this question طبعا you can grab your calculator اشوف مثلا هنشوف هون grab your calculator اذا بدك هايو انشيك معقول هاي الانجلز كل التان تبعطيها اتعطيه لبنى sum minus square root of three او بتزبط على هاي الكالكيليتر او بتزبط على هاي الفونكشن حط هايو جاي راح ترية مثلا او براكتز حد مثلا تان ايش بدك اجرب 600 مثلا هاي 600 تان 600 مش 600 تان 600 خلوز the two brackets squared minus one بطلع الجواب 8 طبعا لازم اطلع 8 شايف خلوز another angle خلوز مثلا 300 بطلع three tan squared هاي three brackets تان 300 خلوز the bracket squared minus one بطلع الجواب 8 نعم بطلع الجواب 8 تجرب مثلا 420 تري brackets تان 420 خلوز the bracket squared minus one تطلع جواب ايه؟ تجرب ال negative مثلا تشوف هايو 2 3 1 تان ال المينوس 60 خلوز the bracket او ما فيه bracket هاي مينوس 1 20 سكوارد منس 1 كلا تبطلع الجواب 8 فأنتم جيدا تطلع الانسر هون هاي البارس كيم سيمن تشايف بلس منس 60 بلس منس 20 باندن 240 300 420 480 600 1 660 نفس الانسر تطلع نامون okay so let me know طلاب your understanding of this question أدي حسنا coming tell the question out of 7 stars 7 stars 7 stars 6 stars 5 stars Where did you rate yourself are you ready for this question okay اشتركوا في القناة